خلينا بقى لكل الناس اللي لسه ما نزلتش نستعرض معاهم جولة سريعة في أحوال التقس النهاردة التقس حيكون لطيف على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ولسه في أمطار بس حتكون خفيفة لمتوسطة على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودومياط وبرسعيد والعريش وفيه كمان شبورة مائية الصبحة على الطرق السريعة درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة أعلى درجة حرارة حتكون في 36 درجة والأقل حتكون في كاترين 16 درجة هنتابع مع حضرتكم التقس بالتفصيل بس كل الناس اللي لسه ما نزلتش تعالوا بسرعة نتطمن على حالة المرور هنشوف مع بعض كده جولة سريعة في شوارع القاهرة والمحافظات ونشوف أخبارنا إيه خليطة ظهرت معانا على الشاشة وحنتدي مع بعض جولتنا من القاهرة إحنا طبعا عارفين إن ده حيكون فيه كثفات مرورية بسيطة وحنلاقي كمان كثفات مرورية متحركة على طريق كورنيش اللي جاي من قدام المؤسسة ومنطقة المضالات وفي طريقه لميدان عبد المنع مرياض والتحرير ومنطقة وسط البلد كمان حنلاقي طريق كورنيش اللي جاي من منطقة المعادي والأسرعيني والمتجه لعبد المنع مرياض حنلاقي بعض الكثفات المرورية نروح بقى لاتجاه كبري أكتوبر لمناطق الإسعاف ورمسيس إحنا شايفين قدامنا سيولة مرورية اللي حيكمل أعلى الكبري في اتجاه مناطق غمرة والعباسية ومدينة نصر وجامعة الأزهر حيلاقي بعض الكثفات المرورية أما بقى حركة السيارات في طريق صلاح سالم والمتجه من نفق المرغاني ومصر الجديدة حيلاقي سيولة مرورية ونفس الموضوع حينقى برضه قدام صلاح سالم لنفق الأزهر ومنطقة الأزهر والجمالية اللي احنا شايفين إن فيها بعض الكثفات المرورية لو خدنا بقى طريق شارع بورسعيد للشرابية وحدايا الأوبة والغاية كبري السواح والأميرية هنلاقي كثفات بسيطة نتجه عن دخول الطلاب المدارس بتقلم عن انتهاء فترة الضروة الصباحية لو شفنا بقى الطريق الدائري هنلاقي الطريق معقول جدا وفي سيولة مرورية هنلاقي بعض الكثفات المتحركة لكن إجمالا الطريق حيكون كويس جدا نروح لمحافظة الأليوبية والطريق الزراعي اللي جاي من القاهرة احنا شايفين بيشهد سيولة مرورية هنلاقي كثفات مرورية بسيطة جدا قد تكون غير ظاهرة على الخريطة هنلاقي كمان مطلع الدائري وفي بعض الكثفات الصغيرة عند مدان المؤسسة والزراعة وصورة لموقف أحمد حلمي أما بقى لو خدنا الطريق الزراعي المتجه لبانها وكفر الشكر وطوخ هنلاقي حالة من الانتظام المروري والسيولة لكن طبعا مع نهاية يوم العمل هنلاقي بعض الكثفات وبرضو ممكن منطقة المرج ومؤسسة الزكاة والغاية منزل الطريق الزراعي هنلاقي فيها بعض الكثفات وهنلاقي انتظام في المرور من مطلع الطريق الزراعي عند دائري لغاية منطقة بشتيل عندنا بقى محور عرابي من الطريق الدائري لغاية مدان سفينكس هنلاقي فيه برضو سيولة مرورية نسبة نروح لدميات وإحنا عارفين أن الدراسة كانت معطلة بقالها يومين بسبب سوق الأحوال الجوية حركة المرور طبعا متأثرة بسبب تجمعات الأمطار لكن الأمور رجعت لطبيعتها نبتدي بقى من طريق دميات كفر البطيخ احنا شايفين سيولة مرورية نرجع عند طريق دميات راس البر اللي بيوصل لغاية طريق الهويس لغاية ما نوصل للكنيش كل ده فيه سيولة مرورية نسبية لو وصلنا بقى للكنيش والغاية مبنى المحافظة ومحكمة دميات القديمة كل ده احنا شايفين فيه بعض الكثفات النسبية حديد شوية بالقرب من الجامعة وموقف السيرفيس بسبب دخول المدارس نروح بقى أسوان وانتبع الحالة المرورية هناك ونبتدي من مدان السادات وتحديدا كاتدرائية رئيس الملاكة مخايل ومنها لشارع كونيشنين احنا متعودين الوقت ده بيكون فيه سيولة مرورية طول الشارع هنلاقي بس بعض التمركز في منطقة الفنادق وبعض التمركز ده الشارع على طول بيشهد سيولة مرورية اجمالا احنا لسه موصلنا لساعة الضروة الصباحية فلسه هيكون معانا أكتر تحديث مرورية على مدار الحلقة هنعرف منه فين أماكن التمركز اللي موجودة معانا لكن على طول يلا نروح لأحمد وفسانت نبتدي معاهم فقراتنا تفضل يا أحمد وتفضل يا فسانت أكيد يا منا زي ما قلت هنتبع معاك يعني التحديث المرورية أول بأول شكرا لك يا منا شكرا لك شكرا يا منا شكرا فسانت